علي لطفي غالباً هيكون حالس مرمى النادي الاهلي في مباراة حرس الحدود محمد شنوي كان اشتكى من اصابة عضلية في اخر مباراة للنادي الاهلي وغالباً غالباً هتكون اخر مباراة لعلي لطفي مع النادي الاهلي عشان علي لطفي عنده عرض من نادي الزد والراجل عايز يتحرك وعايز ياخد مكان أسايا في الموسم اللي جاي والنادي الاهلي مش ممنع ده ومرس الكولر كمان مش ممنع ده فغالباً ممكن تكون مباراة حرس الحدود هي المباراة الأخيرة لعلي لطفي كمان الأهل استقر على عودة السنائي كريم ندفد وصلاح محسن فقط من العارة زي ما قلت لحضراتكم امبارح الاثنين مقتنع بيهم مارس الكولر بشكل كبير جداً لكن بقى اللاعبين المعارين هيكملوا إعاراتهم فقط كريم ندفد وصلاح محسن هما من سيعودا إلى النادي الأهلي في الموسم الجديد